ماسات مضايا بتفاصيلها من قصف ودمار وحصار وجوع وموت لم تنتهي فصولا بعد قافلة الإغاثة دخلت مضايا المحاصرة مضايا الموت القابع في كل ركن مضايا أشباه الإنسان مضايا الأشباح البشرية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن شاحنات تحمل إمدادات طبية وغذائية وصلت إلى مضايا وبدأت في توزيع المساعدات وقال بافل كريزيك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه من المفشع حقا رؤية حالة الناس وقال إنه لما اقترب من طفلة كان سؤالها الأول هل جئت لنا بالغذاء رئيس قسم العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة قال إن 400 شخص يجب أن يخرج فورا من مضايا لأنهم بأشد الحاجة إلى المساعدة أبلغني منصق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو أنه خلال تواجده في المستشفى بمضايا رأى 400 شخص حالتهم سيئة جدا لذا يجب إخراجهم من هناك على الفور وستسعى الأمم المتحدة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن دخول المساعدات الإنسانية إلى مضايا والتي قال مسؤول صليب الأحمر الدولي إنها تكفي الأربعين ألف شخص الذين يقتنون المدينة لمدة شهر لم تقنع الحكومة السورية المؤقتة إذ أعلن وزير الإدارة المحلية حسين بكري في لقاء مع العربية إن المساعدة التي دخلت إلى مضايا لا تكفي سوى لخمسة عشر يوما حتى الآن لم يتبين ما هي أنواع المواد الغذائية التي ستدخل تقديراتنا خمسة عشر يوما في المرة الماضية أيضا لم تكن تكفي هذه الحصص الإغاثية سوى عشرة أيام الآن تقول الأمم المتحدة أنها ستكفي شهر حتى لو أن هذه المواد تكفي شهرا إلا أن ذلك لا يعني أنها فكت الحصار يبقى أن مضايا وإن دخلتها المساعدات الإنسانية لتروي بعضا من ضمأ وتسد بعضا من جوع تريد فك الحصار وترفض أن تكون محل مساومة والتزاز النظام ومنيشي حزب الله على ما يقول ناشطون رمز المصري العربية